ونحن نتحدث عن قطاع غزة أريد أن أنوه بخبر إقليمي وهو مرتبط بما يحدث في قطاع غزة هذا الخبر نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن هناك سفينة هذه السفينة في البحر الأحمر وهي مؤجرة بصورة جزئية لشركة ملكيتها إسرائيلية هذه السفينة قد تعرضت لأضرار طفيفة إثر هجوم جماعة الحوثيين على هذه السفينة إذن هذا ما أفادت به الإذاعة الثانية أو إذاعة الجيش الإسرائيلي ومن المتوقع أن يخرج بعد قليل يحيى سريع المتحدث باسم جماعة الحوثي المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي ليبين في هذا الأمر ونتحدث وفق يدعوت أحرنوت الصحيفة الإسرائيلية عن تعرض هذه السفينة لأضرار جسيمة في البحر الأحمر وجرى استهدافها بصواريخ كروز وكذلك بطائرات مسيرة هذا ما أفادت به الصحافة الإسرائيلية نعود للحديث عن قطاع غزة